اشتركوا في القناة في الايام الاخيرة فالاجتماع الذي عقد بين القياديين من حزب الله وطيار وطن الحر مساء الجمعة تم خلاله تقديم عروض جديدة للطيار من دون ان يحقق ذلك الخرق المطلوب اذ لا يزال الطيار مصرا على حقيبة الطاقة هذا فيما يخص الموضوع الحكومي اما فيما يخص الوضع الامني فقد سجل بالامس تطور اساسي هو امتداد داعش الى لبنان وتحديدا الى ترابلس حيث تمت مبايع بعض القياديين في ترابلس لها وهي اعلنت رسميا بانها هي تمتد الى هناك كما اكد مصدر امني لالبسي ايضا على السعيد الامني ان مخابرات الجيش اوقفت خالة الساطم قريب قطيبة الساطم منفذ تفشير حارة حريك الاول وهو يخضع للتحقيقات للاشتباه بعلاقته وتواصله مع اشخاص ذات علاقة بالتفجيرات الاخيرة اذا الملف الحكومي وطبعا التطور الاساسي بامتداد داعش الى الداخل اللبناني مواضيع نناقشة اضافة الى المواضيع الاقليمية وانعكاسات مؤتمر جناف اثنين على الداخل اللبناني وعلى الاقليم مواضيع نناقشة مع سعادة النائب عضو تكتل لبنان اولا خالد الظاهر نهارك سعيد صباح خير اهلا وسهلا فيك اضافة الى كل هالمواضيع بعد مؤتمرك الصحفي الاخير كنت حديث الناس وشكلت مادة اساسية على ايضا المشهد السياسي اللبناني اثار كثير من اللغة مؤتمرك الصحفي الاخير منحكي فيه ايضا خلينا نبلش اول شي بحالة طرقاتهم من بعدها منبوء منفوت بيئة الملف الحكومي اذا يوم احد ما في مشكلة ابدا على الطرقات جونية باتجاه بيروت ما في مشكلة جونية باتجاه الشمال ايضا طبعا ما في عاجقة تصير نصيشي بالنسبة للدورة ما في مشكلة ابدا شارل حلو ما في مشكلة ساسين ما في عاجقة ونشاطة خفيف الحمراء ايضا نشاط خفيف يوم احدو المحلات مسكرة وايضا بالنسبة لطريق المطار ما في عاجقة تصير المزرعة ايضا هدوء صيدة رشيطة ولكن دون عاجقة تصير خلصو بعد في شي اوكي اذا مرحب برحب فيك سعادة النائب الحكومة كيف تتلقى خبر تشكيل الحكومة والتقارب بين هلالين بين حزب الله وتيار المستقبل ومد اليد من قبل الرئيس سعد الحريري الى حزب الله بعد كل النقاء الشروط والعراقيل والرفض التام للحوار مع حزب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحياة يخطئ من يظن ان المشكلة الحكومة في لبنان هي قضية بين حزب لبناني وحزب لبناني اخر او مشكلة بين طائفة وطائفة اخرى المشكلة اننا في لبنان نعيش في ظروف صعبة في ظل مشروع فارسي في المنطقة يريد الهيمن على لبنان ويجعل من لبنان ساحة للصراعات ومجال للمناورات لتحقيق المكاسب على كل المستويات كانت الامور ممسكرة في لبنان امين عام حزب الله يعلن انه تقبل وتسعة تسعة ستي وهلا الان نحن يعني نقبل بعدين يمكن ما نقبل فيها لا مجال لهذا الموضوع الشعب والجيش والمقاومة لا مفر منه اعلان بعبد يعني شربوا ميته عبر رئيس كتلة نواب حزب الله استعلاء كبير تهديد واضح اما ان تقبلوا بحكومة نحن نشكلها واما استعدى من استقرار والفوضى في البلد اللي حصل ان ايران بدأت تقدم اوراقها كدولة اقليمية في المنطقة وتريد تحقيق المكاسب بدأت بتسليم وتقديم الاسلحة الكيميائية السورية امام العالم انها دولة تريد التعاون والاجابية وانها مستعدة لتكون شرطي في المرحلة القادمة قدموا السلاح الكيميائي السوري قدموا السلاح النووي الايراني بقبول التخصيب لخمسة بالمئة وقبول شروط الدول الكبرى وهو على استعداد لتقديم سلاح حزب الله وقوة حزب الله في اطار الصفقة مع امريكا والدول الغربية ان ايران دولة معتدلة تتعاون مع الواقع الاقليمي والدولي بما يحقق الاستقرار في المنطقة لذلك كان هذا التغيير المفاجئ في موقف حزب الله بعد التشدد الكبير والمواقف الصلبة بدأ من خلال زيارة او بالاحرى الام الحنون فرنسا اللي هي حريصة على استحقاق الرئاسي في لبنان على الدور المسيحي في لبنان بدأ الرئيس الفرنسي هولند بزيارة استعودية الفرنسيين نشطوا في التعاطي مع امريكا مع الدول اوروبية بالتواصل مع ايران انهم يريدون الاستقرار في لبنان ويرفضون يعني الفوضى في لبنان وهذا اللي شفناه بعدين موفاد الرئيس الفرنسي بزيارات لكل القيادات في لبنان بعد زيارة الرئيس الفرنسي السعودية جاء السفير الامريكي هيل ذهب الى بيريز للقاء الرئيس سعد الحريري عمل جولة اخرى من الرئيس الجمهوري والجنرال عون والرئيس سلا وكل المسؤولين جنبلاط والرئيس بردي وكلهم لتحقيق هذا الموضوع ايران تريد ان تقدم نفسها دولة ايجابية وبانتظار الدور القادم خاصة بعد الاتصال بين الرئيس الامريكي اوباما والرئيس الايراني الروحاني في اطار انها تريد ان تقدم نفسها ايجابيا وتتعاون وصولا امام ظروف ايران الاقتصادية اتصاد منهار تكاد تحصل ثورة جياع في ايران الوضع الايراني في حصار لايران على المستوى الدولي ارادت ان تفك العزلة ان تترق الابواب السعودية ابواب الخليج لتحسين اقتصادة كان هذا التوجه الجيد وصلنا الى قضية جينيف اتنان طبعا ايران تريد ان تلعب دور اقليمي في المنطقة جينيف اتنان يبدو جينيف اتنان ايران لم تسير فيه المسار الطبيعي لجينيف اتنان مع الدول الكبرى اللي هي بدها هيئة انتقالية في سوريا واعادة الاستقرار الى سوريا بينما ايران تقف الى جانب بشار الاسد الى النهائي وتقدم له المليارات تقدم له الاسلحة الخبراء حارس السوري بفتوى من السيد علي الخامنئي كل المرتبطين بولاية الفقه يأتون الى سوريا للدفاع عن النظام باعتباره اساسي وصلنا اليوم الى جينيف اتنان الان جينيف اتنان الحقيقة اسمعنا بالامس كلام الجعفري بيقول انه قضية نجاح جينيف اتنان سينعكس ايجابا على لبنان يعني استبشروا ايها اللبنانيون اذا اذا كان جينيف اتنان في ايجابية سينعكس علاكن ايجابي واذا جينيف اتنان كان فيه سلبية وما كان فيه ايجابية سينعكس عليكم سلبية الان يبدو الملف الحكومي ومخطئ من يظن ان الملف الحكومي مرتبط بحقيبة وزارة الطاقة او وزارة الاتصالات او من اجل وزير للجنرال عون هذا كلام غير صحيح وغير دقيق القضية تتعلق بلعب ادوار في هذا الموضوع وخصوصا انه الجنرال عون قدم الكثير لحزب الله غطالوا سلاحه في الداخل غطالوا سلاحه في سوريا يخسر في البيئة المسيحية وفي وقوفه مع حزب الله الذي يضرب الدولة لذلك حزب الله لن يتخلى عن الجنرال عون هذا اذا كان فيه تحالف صحيح لا مع انه الايام اثبت انه بيستغلوا حزب الله بيستغل الغطاء المسيحي من قبل الجنرال عون وبعد ذلك يعني لا يعطيه اي شيء حتى في مواضيع اساسية يعتبرها الجنرال عون حساسة وهذا بيعتقد مدار بحث وعلامة استفهام عند الطيارات الحر يجب ان يقفوا عندها هم قبل غيرهم اعطيت محصلة تراجع ايران في المنطقة وبشكل صورته بانه يعني تراجع او خسارة كبيرة لايران اقليميا ترجمت في الداخل اللبناني يعني تغضيت عن كل ما هو واضح من خسارة لتيار المستقبل وللكامبا او المعسكر السعودي في المنطقة وانعكاسه في لبنان يعني بالجرد اللي عملتلي ايها ما ذكرتلي انه بتيار المستقبل كان في شرط اساسي مش انه ما بنعمل حكومة مع حزب الله ما بنقعد مع حزب الله قبل ما يطلع من سوريا ما بدنا حكومة شراكة بدنا حكومة ما فيها السياسيين بدنا حكومة تكنقراط بدنا حكومة حيادية في شرط اساسي للحوار معكم هو انه تطلعوا من سوريا وانه نحل معضلة الشعب والجيش والمقاومة كان هولي سقطوا وفي ته اذا بده اربطه باللي حضرتك عم بتقوله فيني اقول انه يمكن سقطوا امام ما يعتبر بانه تكدس لانتصارات ايرانية متتالية في المنطقة من لبنان الى سوريا حيث اثبتت بانه حتى هذه المرحلة الجيش السوري هو الاقوى على الارض بدعم ايراني العراق ما في ضرورة ايضا انه نحكي عن النفوذ والتمدد الايراني ويعني اذا بدك المكاسب الايرانية التي حققته كأنه في هلال شيعي حقيقي يرتسم بدعم من ايران العالم الان ما اهدر انه ما يعترف فيه على الاقل وهذا ما فعلته الولايات المتحدة وترجم باتفاق غربي ايراني لايران مكاسب واضحة فيها اين هذا في حساباتكم انه خليني افصل بين ما يتعلق بطيار المستقبل في الداخل اللبناني والوضع العربي الوضع الايراني اولا هذا الكلام اللي تضلطي فيه عن مكاسب ايراني اعتقد ان هناك ضربة قوية قد وجهت الى الهلال الشيعي الذي كانت ترسيمه ايران وتعمل عليه منذ اكثر من 33 سنة بعد الثورة الايرانية واعتقد انه هذا الامر قد انتهى الى غير رجعة سوريا اليوم فيها ثورة عارمة شو اللي انتهى؟ انتهى هذا الهلال الشيعي انتهى قصم قصم هذا الهلال الشيعي بعد ان كانت ايران تمد سلطتها على العراق على سوريا على لبنان باعتقد انه في العراق ثورة كبيرة اليوم ولن تستطيع ايران ان تسيطر على العراق وما يجري في الانبار وفي كل العراق دليل لامر الثاني في سوريا اين الربح السوري في سوريا بعد ان خسر النظام الذي كان يسيطر على سوريا كل مقومات السلطة يعني النظام لا يسيطر الا بالبراميل المتفجرة والدبابات والراجمات وهو مدافع الجيش الحر على ابواب دمشق ابواب قصر المناجرين اذا خلينا نعترف ان هذا المشروع الذي كانت ترسم له ايران وقدمت من اجله عشرات المليارات ونحن نعرف موازنة حزب الله مليارات في لبنان وقدمت طوال الفترة الماضية في سوريا حتى خلت علماء سوريا يا سبديما اجتمعوا في 2006 وال2008 وقدموا رسائل احتجاج على هذا المشروع الصفوي الشيعي الفارسي في المنطقة في سوريا يعني كانت الحوزات الشيعية تشجع وتدعم ماديا ويتهل لها كل شيء والمعاهد الشرعية السنية يتم التضييق عليها قاموا العلماء وقدموا في هذا الموضوع الرسائل المطلوبة وحصلت نوع من الانتفاض كان من محمد سعيد رمضان البوطي وكريم راجو وكل علماء الشام رافضين لهذا المنطقة الان اتضحت الصورة ان ايران اهداف قومية فارسية صفوية شيعية في المنطقة العربية ومحاولة تغيير الواقع العربي والاسلامي يعني ايران تقوم على عقيدة سياسية دينية هي تصدير الثورة وتغيير الواقع في لبنان وفي العالم العربي والدليل انت عندكم مشكلة انه حدا يستند على عقيدة دينية لا لا ما عندنا مستند بس ما يعبث بالامن العربي ما يعبث بامن لبنان ما يعبث بامن مصر ما يعبث بامن البحرين ما يعبث بامن السعودية ما يعبث بامن اليمن ودعم الحركات الانفصالية الحراك الجنوبي الحوثيين قتل العلماء في العراق القيادات الرؤسة العشاء السنة والشيعة انتبهي كل ما هو عربي في العراق يتم الان محاولة اذابته كل من يعارض المشروع الفارسي الايراني يتم محاولة قتله ومع ذلك لن تنجح ايران في هذا الموضوع وحقلك ان ايران على حافة الافلاس وهي الان تطرق الابواب السعودية والابواب الخليجية من اجل اقتصادها كل المليارات اللي عم تصرفها عن المجموعات الارهابية والمنظمات الاجرامية لن تنفع ايران لانه الشعب الايراني يدفع من ماله واسألي من يذهب الى ايران من اللبنانيين لو كان مؤيد لحزب الله انه انتو عم تاخدوا اموالنا انتو عم تاخدوا لقمة عيشنا مقابل المشروع الايراني سعادة النائب يعني قد يرى البعض بانه في نقص في القراءة الواقعية فيما تتفضلون به اليوم انا ساسلم جدلا باللي حضرتك عم بتقولوا انه هذا مشروع صفوي ايراني شيعي بده يغير المنطقة ساسلم جدلا بهذا هذا المشروع حظي بالمباركة الامريكية وقد لعبت ايران بالنسبة للكثيرين على وتر وعلى ورقة رابحة جدا اسمه محاربة الارهاب الاصولي الذي بالنسبة لي الغرب هو يعني عام الرعب كبير جدا تحالف فيه الغرب مع ايران بالخريطة اللي حضرتك رسمتها يعني في عوامل ناقصة تحدثت عن العراق اليوم الرئيس المالكي يواجه العالم بالقول انه انا عام حارب الارهاب بالانبار والعالم ساكر بالمناسبة في سوريا قد ما بدك امتصارات عسكرية على الارض ليقى الجيش السوري الحر وبيع يعني فعلا ورقة داعش ليقى الغرب بشكل رابح جدا وهو اليوم يفاوت فيه جناف على هذا الموضوع 6 كم نقطة اخيرة اليوم فيه مؤتمر بالعالم اسمه مؤتمر دافوس في هذا المؤتمر هناك نجم واحد اسمه روحاني تصفيق كبير له خطاباته هي يمكن اكثر ترويجا في الاعلام الغربي نظرا لانفتاحه نظرا لكيفية تسويقه للسياسة الايرانية الجديدة والتي بالمناسبة تحظى بدعم واضح واعجاب في الاعلام الغربي وين السقوط في هذا الموضوع اول شي من شأن النظام الايراني هو نظام ايراني سواء كان ايام احمد نجاد او ايام حزن روحاني هذا اعطيك الدليل من يقود في ايران هو النظام الايراني باهدافه لا تتغير يتغير التكتيك بالاشخاص وبشكله نجح روحاني بانه يبيع النظام انه يسوق النظام الايراني بصورة جديدة تعجب الغرب وهو محافظ على هيكلية هذا النظام حقلك حقلك اول الشي امام مأزق ايران وصورة نجاد وصورة ايران في عهد نجاد الدولة الارهابية النووية التي تريد العبث كان فيه مخرج لوقف الايصار عن ايران الذي دمر اقتصاد ايران وخلى اكثر من نصف الشعب الايراني تحت خط الفقر كان هناك اقتصاد منهار ايران عملت من خلال هذا التغيير وانا اقولك بس بين قوسان انه حسن روحاني هو كان رئيس لجنة السياسات الخارجية سابقا ويقول للدكتور عبدالله النفيسي الكويتي ان الساحل الغربي للخليج العربي هو جزء من ايران وسيعود الى ايران يعني المطامع الفارسي والنظام الايراني هو هو وان كان ظهر روحاني باتسامته العريضة هو كا احمد نجاد الذي كان شديد العبوسة بس نعمل لك انه هيدا البرنامج نجح انه يسوقه بالغرب يعني هيدا نكسب دوب على كل حال ايران دولي اقليمي تسعى الى تقوية نفوذها والى تحقيق مطامعها ونشر عقيدته وهذا امر طبيعي وهناك من يواجه هذا المشروع الدول العربية ومسؤولية كبيرة في هذا الموضوع بس انا هعطيك مثال الرئيس روحاني وقت اللي تلقى اتصال من الرئيس اوباما شو كان سبق هذا الاتصال لمعلوماتك ولمعلومات كل من يسمع ان النظام الايراني قبل روحاني كان قد ذهب الى الرئيس الامريكي جورج بوش 11 سبتمبر 2001 به الهجمات على البرجين وقدم نفسه الى الامريكان كالتالي بعد ان طبعا جمع جورج بوش الاب يعني مستشارين وكيفه يمكن لنا ان نضمن النفط مئة عام ألف عام قالوا له بدت تتعاون مع الدول القائمة اللي هي في معظمة سنية يعني الدول العربية والاسلامية كان تعاون ايجابي في كل القضايا الاقتصادية وشهدت هذه المنطقة نهضة اقتصادية بسبب هذا التوجه اللي بناخده النفط وبتاخده مننا الخبرات وبنتعاون في مجال الاقتصاد ايجا جورج بوش الابن كمان جمع المستشارين من نفس الاتجاه مشي ايجا ايجا بيل كلينتون اش هيك؟ بعد جورج بوش بعد التلاتة وتسعين ايجا بيل كلينتون مشي بنفس الاتجاه تبع جورج بوش الاب وزاد على ذلك انه يريد اقامة السلام في المنطقة وبدأت الجهود ولكن نفس الاتجاه للتعاون مع هذه الدول العربية والاسلامية السنية في عهد جورج بوش الابن حبس 11 سبتمبر اجتمع المستشارين اللي كان اكثر من المحافظين الجدد المتصهينين وطم الاقتراح ان علينا ان نستفيد من الاقليات في العالم العربي والاسلامي شو اللي صار يا ستديما ذهب وفد ايراني للتعزية وعرض على الرئيس الامريكي ميالي ثلاث نئات نحن كشيعة لا نؤمن بالجهاد هذا بالعقيدة نحن اجواءنا او شعبيتنا منضبطة بالمرجعيات بعكس السنة يعني المرجعيات بتقوله روح شمال بروح شمال روح يمين بروح يمين قاتل المحتل الامريكي بالعراق بقاتل لا تقاتله ولا تقاتله اذا منضبط النقطة التالتي علينا ان نتعاون لمحاربة الارهاب السني وبناء على هذه التقديمات انا بدي اعرف تماما امريكا وكل الدول العالمية ليست كاريتاس ليست هل الاهلال احمر ولا صليب احمر هي دول ترعى مصالحها وجدوا ان خير من يقوم بهذا الدور هم هي ايران وبدأوا بالتعاون مع ايران في السر وفي العلن يعني ايران جيت واسلاح الاسرائيلي من ايران من اسرائيل معروف التعاون الاقتصادي مع رجال الاعمال الاسرائيليين التعاون الاقتصادي مع رجال الامريكان وحقلك شغل صغيري كل هذا الصلاخ وهذا الضجيج الايراني بالقتال ضد امريكا وضد كذا وامريكا عندها خط احمر بس اوضح لك هذه الصورة خط احمر لا تريد المشكلة لا مع امريكا ولا مع غيرها لانها تريد التنمية في ايران وتريد بناء الاقتصاد الايراني وهي تلعب بالعواطف وبالسياسة لتحقق مكاسب معينة طب عظيم بس عم تنجح اولاء لا 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 خليك قولي بالك اين تنجح ايران من سلم سلاحه النووي من يقدم نفسه يقدم كل شيء البترول الايراني والدور الايراني وخدمات مجانية خليكي معي بس لعلك شو قدموا الايرانيين بافغانستان وزير الدفاع علي شامخاني بيقول للامريكان لو لانا لم احتليتم افغانستان السيد هاشم علي هاشمي رفسنجاني كان رئيس ايراني لو لانا ما احتليتم احتليتم العراق الدعم الايراني لاحتلال الامريكي في العراق خير دليل الفتاوى يا سد ديمة اللي طلعت من المرجعيات بحرمة قتال المحتل هذه جاءت ممن وبناء على من المرجعيتين المرجعية سيد علي الخامنئي بطهران اللي حرم قتال الامريكان في العراق والسيد السستاني اللي حرم قتال الامريكان في العراق اذا ايران تقدم كل شيء من اجل ان تكون شرطي في المنطقة لكن هالك شغلي لا بخليني اسرح صالح بداية اللي كان قائم الان في سوريا قبل الثورة السورية اللي كان جاي بعده احتلال لبنان عبر حكومة بشار الاسد في لبنان اللي جاءت في ظرف لم يكن احد يتوقع انطلاق الثورة واللي افشلت وانا حقلك كلمتان لو لا هذه الثورة المباركة في سوريا ما كان خالد ظهر موجود معك هون كان اما تحت الارض واما في السماء يعني عند الله واما اين واما في الخارج مهاجرا يعني هذا الذي كان محضرا للبنان هيمني ايراني ومع النظام وعبر عبر اتباعه النظام السوري وحزب الله في لبنان للهيمن الكامل على لبنان لا صوت اخر غير صوت ثماني اذار والمشروع الايراني يعني لا الدكتور جعجع كان حيبقى في لبنان ولا قوى 14 اذار كان الجميع اما تحت الارض واما يطيرون في السماء في الزهاب الى الخارج الثورة السورية هي التي فرملت المشروع الايراني في لبنان وفرملت المشروع الايراني في سوريا بل كسرت هذا الهلال الفارس الشيعي في سوريا وفي لبنان وفي العراق واعتقد ان لا رجع لهذا المشروع بعد كل التضحيات اللي قدم الشعب السوري 200 الف اكثر من 200 الف 300 الف شهيد مئات الاف المعتقلين يا سديما اكثر من 50% من الشعب السوري هم مهجرون من بيوتهم وبيوتهم مدمرة وبتقولي لي ان الايرانيين نجحوا في المنطقة هم يتعاونون مع امريكا ومع اوروبا ويسعون لاخذ الموافقة لكن الشعب السوري والارادة الشعبية اقوى من اي دولة استيس خالد في هذا الاتفاق الغربي اللي حضرتك عم بتقول ان ايران تستسلم فيه الغرب اليوم يصافح ايران هل طلب من ايران ان تسلم سلاح حزب الله بولا واحد من التصريحات يعني حدا يحكي عن هذا الموضوع هل طلبوا من ايران ان تنسحب ايران او الحرث السوري الايراني من سوريا ولا حدا جيب سير طول الموضوع هل طلبوا منها ان تضغط على حزب الله ان يخرج من سوريا ما في حديث عن هذا الموضوع هل طلبوا منها أن تضغط على المالكي بأن يوقف ما بعد شو بدأتسمي المصطلح بالنسبة للأنبار ولكن أحداث الأنبار على الأقل يعني برجع بإلا قليل من الواقعية في قراءتكم اليوم إيران ما حدا قال له أنه لازم تخفف ضغطة اللبنانية لا بالعكس أطلقت يدها كليا في لبنان في سوريا انهزام كامل للجيش السوري الحر أنا مش صحيح هذا الحاكي يعني الجيش السوري الحر البطل موجود تقريبا خليني جاوز بدك جاوز بس بدي كفة إذا سمحت بهذا الموضوع بس ما نعود فيني لحق لك 20 سؤال كيف بدك عايص لك هون 20 دقيقة حكي بس أنه إذا بتسمح لي بالسؤال خلص السؤال وأيضا بالنسبة لحدتك عم بتقول إيران استسلمت نوويا شيخ خالد إسرائيل أي مئيمتها على الاتفاق الأمريكي الإيراني لأنه كرس إيران دولة نووية كرس هذا العرف سلمية ما في مشكلة تخذوا عن العشرين بالمية خلص هذا المفي خطأ يعني المبارح إذا بتتابع حتى تصاريح الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزر الإسرائيلي في مؤتمر دانفوس أيمين أيامتهم على الموقف الإيراني وعلى الدعم الغربي الإيراني أين لكم أن تأتون بهذا المشفل تنكينج بأن اليوم إيران خسرت في المنطقة؟ يا ماذا؟ أولا أنا لا أقلل من شأن دولة إقليمية اسمها إيران دولة نفطية، دولة كبيرة، دولة لها واقع جيوسياسي مهم، ولها قدرات عنها بس أنا أعطيكي بس مثال وإشارة من البارحة لتلك أنه إيران بلش تتقدم أوراقها من الملف النووي والملف الكيماوي السوري وتبدي التعاون الإيجابي مع أمريكا في محاربة ما يسمى بالإرهاب والآن أنا بس أعطيكي تصريح البارحة لزريف وزير الخارجي الإيراني شو بيقول؟ نحن لم نطلب من حزب الله شو؟ الدخول إلى سوريا شو يعني؟ هذا مقدمي ليكون لسحب مقاتلي حزب الله من سوريا لأن هذا الأمر أصبح هذا على سوريا وعلى إيران وهذا محك وانتحان لإيران أمام كل الدول اللي كلها يتناطر عن تقوم إيران بإثبات إيجابيتها في السلم الإقليمي بعدم العبث بالأمن العربي والأمن السوري بشكل خاص الواقع الإيراني ما حدا بينكره لكن الواقع اللي كانت ترسم إيران قد انهار الهيمن على سوريا وعلى لبنان قد انهار إلى غير رجعة ولولا أن إيران محشورة ما كانت لتطلب من حزب الله اللي أعلن نحن بنعرف أنه أمين عام حزب الله بيحكي كلمي أنه أنا بيحكي كلمي هذه بدأت تصير أنه هذه يبتقبله بتسعة تسعة ستة في الحكومة يأما يمكن هذه فرصة بتضيع منكم ما بعد يطلع لكنيها لماذا هذا التحول هل هو بقوات عسكرية للمستقبل وبتهديد المستقبل لحزب الله بأنه إذا ما بتتراج لا هذا لأنه إيران أرادت أن تلعب دور إيجابي في المنطقة لتقول لأمريكا والغرب أنني أن عندي أوراق ونحن بنعرف أنه في 2009 قبل الانتخابات بقليل ذهب وزير خارجية إيران إلى فرنسا وقال أن تعودنا نتفوض لأنه نحن ربحانين بالانتخابات 2009 إذن إيران تعمل على مد نفوذها على سوريا وعلى لبنان ولكن هذا الأمر لن يغير من وجه لبنان العربي ولا وجه سوريا وأعتقد أن الثورة السورية ستنتصر في النهاية وكل من يعادي هذه الثورة سيخسر لم تجبني على السؤال الأساس أعطيتني شرح مفصل لرؤيتك بالنسبة للدور الإيراني في المنطقة ولكن أنا انتلقت في السؤال من منطلق بأنه اليوم فريقكم السياسي كان يضع شروطا مهولة وعالية السقف جدا يعني كلها نزلت على الأرض منها أنه ما بنحكي مع حزب الله قبل خروجه من سوريا طلع أنه لا بنعمل حكومة مع حزب الله قبل خروجه من سوريا ما بنعمل إلا حكومة حيادية طلعا بنعمل حكومة السياسية ومكترة أليس هذا خير دليل على أول شيء أنه في ضوء خارجي سعودي أتى لكم بأنه ألف الحكومة حتى لو لا هاي عم بتقولكم أنه حزب الله هو اللي أتى الرئيس رئيفيق الحريري وليس هذا أيضا إنعكاسا لهزالة موقفكم في الداخل شوفي أولا دور السعودي تاريخيا دورا إيجابيا في لبنان والسعودي في تاريخها لم تكن يوما تعمل على التعاون مع فريق سياسي وتدعم بالمال وبالسلاح كما فعلت إيران في تعاطي طائفي ومذهبي كل الدعم يأتي إلى طائفة معينة وإلى حزب معين بينما السعودية تقدم إلى الحكومة اللبنانية وخير دليل الهبة والماكرومة السعودية خلال هذا الشهر لقدموها للجيش اللبناني كدولة وكسلطة ولم يقدموها لحزب أو لفريق أو لطائفة السعودية لا تدخل بدليل بأن رئيس الحكومة أن كل مفاوضات رئاسة الحكومة الأخيرة جرت في السعودية وأن اسم الرئيس تمام سلام جاء في السعودية ومن السعودية هذا خير دليل بأن السعودية لا تدخل في السياسة الداخلية أولا السعودية لم ترسل أحد إلى لبنان ليتكلم هناك من ذهب إلى السعودية الوزير جنبلات وعطى هذا الموضوع في هذا الاتجاه خليني بس كفيلك بالموضوع المتعلق بفريقنا السعودية تقدم للدولة للحكومة لوزارة المالية وكشفات المالية الهبات والمساعدات أعتقد أن ما تقدم السعودية يحصل خيره في الجنوب وفي الوقاع وفي الشمال وفي بيروت وفي جبل لبنان وفي كل لبنان والسعودية تفتح أبوابها لللبنانيين ليعملوا كأناس أعزاء أشقاء كل الأمور ميسرة لهم ونحن نعرف أن مئات الألافين اللبنانيين يعملون في السعودية ولولا هذا الدعم الإنساني والاهتمام الأخوي والفرص العمل القائمة أنت تعرف أن لبنان وضعه صعب والآن خليني بالحكومة واضح أنه ما عندكم مشكلة مع السعودية يا سديمة نحن أمام الرأي العام هذه النظرة التي قام بها فريق 8 أزار كاد أن يودي بالعلاقات العربية بعد الفاصل سأفصل عن دور السعودية خليني أحكي بالحكومة سدقني سأفصل بدور السعودية بعد الفاصل يا سديمة السعودية تريد التعاون بين اللبنانيين لكن السعودية والتي بزلت جهود كبيرة كان من ضمنه في مؤتمر الكويت الذي أعلن فيه خادم الحرمين الشريفين المصالح العربية وانسيان المشاكل الماضية مع بشار الأسد وغيره والانفتاح والحرص على جمع الصف العربي تلاها زيارة كبير العرب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله إلى سوريا والمجيء ببشار الأسد إلى لبنان بالأسر الجمهوري ونحن كنا شاهدين من أجل المصالحة والمسامحة ومن أجل بناء لبنان وأن يفك الإيرانيون خناقهم عن لبنان وأن يتوقفوا عن ابتزاز لبنان وعن جعل لبنان ساحة أفشلوا مبادرة الملك عبد الله أفشلوا كل المحاولات التي تريد لبنان أن يكون دولة تمسكوا بسلاحهم غير الشرعي قاموا بمعارك داخلية أذكوا الصراع الطائفي والمذهبي بسرجاني على السؤال ومع ذلك قلتم ما بنحكي معهم ما بنعمل حكومة ما بنقعد معهم لأنهم لا ينسحبوا من سوريا يأيكم معكم أولا يلي تنازل يلي تنازل هو حزب الله بعد لآته السابقة بأنه ما في إلا تسعة تسعة ستة كويس تيار المستقبل هو تنازل حكيني عن مدعك أنتوا ما بنقعد معهم إلا إذا انسحبوا هلأ عم تقولوا منعمل حكومة معهم والرئيس الحليلي بلاهاي عم يقول هو عم يقول هني أتلوا لبي بس بدي أعمل حكومة معهم جيد جدا قلتم هذا هذا تراشع وشوفي 14 أذار كان في موقف واضح أن حزب الله لا يريد الشراكة الوطنية يعمل ويعبث بالاستقرار في لبنان يضرب السلطة وفي رأي كان ب14 أذار أنه ما لازم نتعاون نحن وحزب الله خلينا نشكل حكومي ما كان في رأيك في موقف رسمي في موقف أكثرية 14 أذار موقف رسمي وأنا واحد منهم وأنا كنت أدعو إلى مقاطعة حزب الله سياسيا واقتصاديا لأن هذا الفريق يقتلنا وعلى طاولتك سابقا قلتلك حزب الله يشحذ سكاكينه ليقتلنا وهذا ما ثبت بالدليل القاطع عندما حزب الله شحذ سكاكينه وذهب إلى سوريا يقتل في الشعب السوري ويأتي الرد فعل على أعمال حزب الله في لبنان ويوتر الجو الطائفي والمذهبي في لبنان وانت بتعلي فيه الآن الأجواء في لبنان ولا بدك تحكي فيه بعدين لذلك يا سديمة سؤالك حولك ليه بعدك هيدا عبتمان مش انكسار لألكم لا لا من انكسار لأنه في مسئولية وطنية يعني وأعتقد أنا أنه الرئيس سعد الحريري كان عنده ضربة موفقة في هذا الموقف اللي اتخذوا في الخارج عندما أعلن مد اليد للتعاون مع حزب الله على ثوابت 14 أذار الرئيس سعد الحريري لم يتخلى عن ثابت من ثوابت 14 أذار خروج حزب الله من سوريا منه ثابت من ثوابت 14 أذار حقالك بدأ الموضوع أنه 9-9-6 ما فيه مداورة مقبولة إذا 9-6 تحقق المداورة إعلان بعبدة ما فيه شيء اسمه شعب وجاش ومقاومة وخضية الانسحاب السوري هذا الموضوع كان فيه مصلحة الآن أمام أصدقاء لبنان وخاصة الرئيس الفرنسي والجهد اللي عمله مع الأمريكان ومع الأوروبيين وبتعرفي أنت الفرنسيين بدن لبنان بحكم الأم الحنون اللي قلتلك عنها وبحكم رعاية الدور المسيحي في لبنان وتجاوبت معهم المملكة العربية السعودية وتجاوبت معاً إيران بالظاهر حتى الآن وأمريكا أيضاً مقابل طبعاً بدأ دعم أمريكا بدأ دعم الفرنسيين بملفات أخرى إيه تكرم عينك اللبنان بدأ نشتغله وبلش ديفيد هيل يتحرك الرئيس سعد الحريري إبل من سريق 14 أزار أو تيار المستقبل يصير فيه حكومة وطنية مع قناعته وتأكيده أنه الحكومة الحيادية أفضل وأنه الآن المرحلة بس اللي عم تقولي أنه يعني إبل بعد التدخلات الخارجية هذا اللي عم تقولي سعد الحريري قبلهم ويهمنا طبعاً كلنا في 14 أزار وكل لبناني مخلص شو اللي صار القبول بحكومة شراكة وطنية على أي أساس أول شيء 8 8 8 انتهت الثلث المعطل اثنين الخلافيات التي أكدنا عليها هل تراجعنا عنها؟ نعم أبداً نعم هل تراجعنا؟ خروج حزب الله لسوريا لا لا أنا بديحيلك إلى عفر طيب شعب وجيش المقاومة شعب وجيش المقاومة أعطيني تصريح وصدر عن حزب الله أو عن مصادر لحزب الله تقولي أنها مستعدة للتراجع عن هذه الصيبة كل مصادر هو مصادر مقربة من الرئيس بري بأنه هو مستعد لتدوير الزوايا هل من المنطقي أنه بعد كل هيدا السقف العالي جداً ولا نجلس معهم ولا طاولة حوار معهم قبل الانسحاب هيدا بالآخر بتنتهي عند وعد من الرئيس نبيه بري بتدوير الزوايا تدوير الزوايا بالمناسبة مش معناتها التخلي عن هذه الصيبة أعتقد أنا أنه مش بس الرئيس بري يتكلم بهذا الكنات أعتقد كمان أنه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد قال أيضاً في اللغة العربية كلمات كثيرة لتخريج الموضوع يعني مستعدين للتخلي عن هذا الموضوع بس أنا حقلك أكتر من هيك الرئيس عاد الحريري بدي رجعك لخطابه بس أنا بيقلك أنه أنا مستعد ألعب على الكلام بهذا الموضوع لا 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 بدي لتخريج ما قالك أنا مستعد أني أتخلى عن موضوع المقاومة تخليكي معا أنا ما بدي أعمل اجتهادات شخصية أنا بدي أحيلك إلى كلام الرئيس عاد الحريري في المقابلة شو قال نحن نعمل حكومي الآن ثلاثة ثمانيات بدون سلتلة معطل والبيان الوزاري يناقش كان فيه كلام أنه يناقش قبل الأصول الدستورية أن يناقش بعد كان فيه تدخل من نائب بولي جنبلات من الرئيس بري من الرئيس الجمهورية من الرئيس المكلف أنه يا أخي خلينا ننطلق الآن وهذاك الموضوع حتى ما نعمل إحراج لحزب الله وأنه كأنه انكسار آخر أمام تخليه عن تسعة ساعة ستي يا سديمة الرئيس عاد الحريري أعلن صراحة لا حكومة لا بيان وزاري بشعب وجيش ومقاومي هذا التناسي غير المقدس انتهى لا قبول إلا بإعلان بعبدة لا قبول بسلاح حزب الله في سوريا هذا الموضوع قابل للمفاوضة إما أن نتفق على البيان الوزاري وفق ثوابت 14 أذار وإما لا تبقى حكومة لا تحصل حكومة وتنال الثقة إذن نحن لم نتخلى عن أي ثابت وأعتقد أن موقف الرئيس عاد الحريري من سوريا قلتلي كيف ما تخليتوا عنه خروج حزب الله من سوريا كيف ما تخليتوا عنه طبعا الرئيس عاد الحريري أعلنوا أنه نحن ما قبلنا أبدا وصرنا عم نحكي هلأ بالحقائب صرنا عم نحكي بالحقائب بالطاقة للتيار أولا وحزب الله يعني عم يجاهد بسوريا شوف يجاهد خلي معلش يجاهد بس هذا أرواحها أولاء الشباب برقبة قيادة حزب الله وأمين عن حزب الله شيخ خالد بدك تشرح لي كيف ما تخليتوا عنه المطلب وصرنا عم نناقش تفاصيل الوزارات وحزب الله جحافلوا بعدها بسوريا الآن اتفقنا على تشكيلة الحكومة بتوزيعها بعدم وجود ثلث معطل يعني النقاش بوزارة الطاقة أهم من نشوف هذا الوضوع لا لا صور اتفاق على المداورة بين الجميع والآن هذه هلأ أنت بدك تقوليلي أنه هي المشكلة بوزارة الطاقة وبعدها مين قال أنه وزارة الطاقة سؤال بس صغير أنه هي مطوبة باسم فريق معين وأنا حالك أكتر من هيك الجنرال عون حزب الله ملزم بإرضاؤه لأنه الجنرال عون قدم لحزب الله تضحيات كثيرة على حسابه في البيئة المسيحية غطالوا سلاحه في الداخل دعموا في حربه في سوريا يدافع عنه في كل المواقع وحزب الله لم يقدم له شيء حتى الآن زو قيمة لا في عملية تعيين قائد جيش يعني تكليف قائد جيش ولا في عملية الانتخابات النيابية أو التمديد للنواب ولا في أي ملف حقيقي والآن في ملف الرئيس الجمهورية إذن نحن أمام قضية تحتاج إلى موقف بالنسبة لأربعة عشر أزار كلمتين تلت المعطل ما في البيان الوزاري هو لمناقشت توجهات الحكومة ونحن عمل إكاها والرئيس الحر يعلن بخطابه لا قبول بشيء اسمه شعب وجيش ومقاومة في شعب وجيش ودولة مؤسسات لا تراجع عن إعلان بعبد الذي وقع عليه واتفق عليه الكل بذن نلحسوا توقيعهم إذن لا عهد لهم ولا ميثاق ولا مجال للتعاون فيما بعد يعني لن تقوم الحكومة بتشكل بتصير حكومة تصريف أعمال نحن لم نتراجع عن أي ثابت من ثوابت أربطاشر قائد أنملة وأعتقد أن الضرب الموفقة التي عملها الرئيس سعد الحديدي كشفت حزب الله ومراوغته وعدم حرصه على تشكيل حكومة لأن حزب الله يريد الفراغ ولا يريد مصلحة لبنان بل يريد أن يكون هو الدولة داخل الدولة والهيمن على لبنان والمرافق والمطارات وغير ذلك تقولون بأهلاء بعد الفاصل بدنائش فكرة أن حضرتك طبعا من المدافعين على أن الدور السعودية هو دائما بناء في لبنان وفي المنطقة اليوم لبنان هو في مهب التفجيرات الانتحارية وفي مهب تنظيم القاعدة لا تستنكروا أبدا دعم المملكة العربية السعودية للقاعدة استغربت خلينا تستغربوا أنه أنه اليوم المملكة العربية اليوم تنظيم القاعدة يعني كتير مروج لإله أن المملكة العربية السعودية هي يعني من أهم الرعين يعني لهذا التنظيم أنت عم بحكي هكي لا أنا ما عم بحكي هكي أنا حأطيك تأرير غربية موثقة بتحكي عن هيدا الشي بعد الفاصل عفوا عودة إلى نهاركم سعيد وإلى سعادة النائب عضو تكتل لبنان أولا خالد الظاهر أهلا بك من جديد اليوم طبعا لبنان دخل في مرحلة مرعبة خطيرة جدا جديدة جدا تماما عليها مرحلة الانتحاريين والإرهابيين والتفجيرات السيارات المفخخة والانتحاريين بنفسهم لسيما في الضاحية الجنوبية أنتو عنكم قراءة أنه مش العربية السعودية مش المملكة العربية السعودية هي من تدعم بهذه التنظيمات ولكن إذا بدي أبدأ بالفكر وإذا بدي أبدأ بالمنبع كل التقارير وكل التواريخ تشير بأن منبع هذه التنظيمات كان في المملكة العربية السعودية فتقول لي بأنه لا تدعمها بالعكس هي حربتها في تقارير غربية أصبحت تقريبا لا تحصى عن دعم المملكة العربية للسعودية قد يكون أهم مقال ظهر في صحيفة الاندبندنت لباتريك كوكبيرن اسمه ماس ميردر في ميدل إيست اسفندت باي أور فرينز ذي سعوديز يعني عنوان المقال يقول بأنه القتل الجماعي في الشرق الأوسط هو ممول من أصدقائنا السعوديين قبل ما فوض بتفاصيل شو رأيك بهذا الموضوع يعني هذا بصريحة لعبارة هذه الاتهامات السخيفة ولا تستند إلى أي أصل أو واقع المملكة العربية السعودية تدعم الاستقرار في الواقع العربي والإقليمي ولم يثبت أن السعودية لعبت بتوازنات دول عربية لا بتعم ميليشيات فيها ولا بدعم عصابات بل أثبتت تاريخ أن النظام الإيراني الذي يعتمد على تصدير السورة وعلى صرف المليارات من مال الشعب الإيراني على حزب الله وعلى الأحزاب الميليشيات الشيعية في العراق وعلى الخلايا في البحرين وفي السعودية وفي مصر وفي قبرص وفي نيجيري يعني هذا الكلام أنا يعني ما بريده ينطرح بمؤسساتك المحترمي ولا عندك يا سيد ديمة لأن هذا الأمر لا يستند إلى أي السعودية هي التي تعرضت هي التي تعرضت للتفجيرات من القاعدة هي التي تعرضت حتى الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية الذي كان يعمل على تفكيك هذه الخلايا وعلى منعهم من استمرار في أعمالهم الإجرامية جاءه أحد الأشخاص اللي كان ليحاوره وفي داخله متفجرات وانفجرت فيه للرجل المجرم بالأمير اللي كان عم يحاور هؤلاء لمنعهم من ضلالهم نحن نعرف المملكة وكل العالم يعرف المملكة العربية السعودية كل هذه الدعايات والفقاعات والقنابل الدخانية لتحجب الحقيقة لن تفلح إيران هالك شغلة قضية أساسية كتير كتير يا ستديمة لا 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 استخدروا بدأ أقف بس دائية 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 عم يتمول جماعات لتروح تفجر المقامات الدينية الشيعية طولي 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 أي عقل منطقي في صعوبة أن يفهمنا هيدا لايكي البروباجندا والإعلام الإيراني فعلا عنده قدرات هائلة ويديرون إعلام رائع لضرب خصومهم واتهامات باطلة بس أنا حقل لك شغلة صغيرة في التاريخ وهذه بيعرفوها كل العرب وكل الدارسين في الدراسات التاريخية النظام الإيراني اليوم والنظام السوري هم امتداد لنظام الحشاشين ونظام القرامطة الذي قام في إيران في المناطق الفارسية في العام ألف بعد الميلاد ألف ألف وخمسين ألف وبعض شيء وهؤلاء اعتمدوا على أولا خليك بس لوضح لك الصورة يا سديما العام ألف بعد الميلاد إيران لم تكن شيعية يا سديما طولي بينك إيران صارت شيعية سنة ألف وخمسمية وستة وسبعين لا لا كان موجودين لا 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 مش كان دقل كان موجودين هؤلاء اللي اعتمدوا بالجبال وكاني بيعتمدوا على المخدرات خلييني بسط يا سديما تحكي عن فقه سديما أنا محلك مفوض بالموضوع وقتا كان وصلنا الجميع أنا متخصص يا سديما طولي لي بالك شوية هذا تاريخ وأنا أي مواطن عادي عربي أو لبناني بتحط على اليوتيوب دولة الحشاشين دولة القرامطة وشوف النتيجة يا سديما خلييني ومتحرك سنة ألف بعد الميلاد إيران كانت شيعية إيران صارت شيعية سنة ألف وخلصة وسبتة وسبعين مع الشاه إسماعيل بعد ما دبح السنة شوية الشيعة موجودين وهؤلاء كانوا اعتصموا في الجبال ضد الدولة واعتمدوا على المخدرات وعلى الاغتيالات وحالك أكثر منها كذا الاغتيالات هذا سمت عند الفرس اللي اعتمدوا هذا الموضوع عند دولة الحشاشين دولة القرامطة اللي اغتالوا كثير من قادة العالم الإسلامي ومن النظام الملك ومن كثير وكثير من العلماء واعتمدوا على الخروج على الدولة وهؤلاء الآن بممارسات الاغتيالات أنت فيك تقولي لي أن النظام الإيراني شو عمل بتصدير الثورة فجر جامعة المستنصرية في بغداد كانوا يريدون اغتيال بصدام حسين فجروا السفارة العراقية عام 1981 بمين بمباركة الحرس السوري الإيراني وجماعة نوري المالكي واللي هني كانوا بيسمى بحزب الدعوة في لبنان اللي هني نواة حزب الله ثم تفجير السفارة الأمريكية بالتلاتة وثمانين ثم تفجير مقر المارينز ثم تفجير مقر القوات الفرنسية واعتماد التفجيرات يا سديمة وصولا إلى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والمتهمين هني من حزب الله ومحاولة اغتيال النائب بطنسحر سديمة هذا النهج بس لوضحنا هذا النهج تعتمد إيران تاريخيا وفي بيئتة تاريخية ويعتمد النظام السوري اللي حاولوا جماعته لبشار الأسد اغتيال صلاح الدين الأيوبي عام 570 أجري أول مرة وتاني مرة عام 871 ولكن هذا الأمر لم يعرف عن المملكة العربية السعودية ولا عن البيئة العربية وإنما هذا هذا الأعمال الإجرامية الإرهابية استيراد من عند النظام الإيراني ونهج إيراني فارسي ضد العروبي وضد الإنسانية وفي محاولة لضرب الخصم ولضرب الخصم وإرهابه ولتحقيق ونشر عقيدته البعيدة عن العروبي وعن الإسلام لأنه نحن كما حضرتك قلت مؤسسة مهنية المفروض أنه تحترم حالها نحن نستلد على الوقائع بأسئلتنا وبمقاربتنا لما نقول أنه السعودية تدعم القاعدة هذا ما بيكون خارج عن عذب عبث هذا بيكون خارج عن تقارير رسمية هدتك عم بتقول أنه إيران فظيعة شو قادرة أن تلعب بالإعلام ما تخيل أنه هي قادرة تلعب بالإعلام وبالتقارير الرسمية اللي صادرة عن الـ CIA أو بالتقارير الرسمية اللي صادرة عن اللجنة الخاصة بالتحقيق بأحداث 9-11-2001 بأمريكا واللي قالت حقراب الإنجليز وإجراء ترجمه The first report is in 9-11 commission report which found that Osama bin Laden did not fund القاعدة because from 1994 he had little money of his own but relied on his ties to the wealthy Saudi individuals and prince established during the Afghan war in 1980s quoting among other sources a CIA analytical report dated in 14 November 2002 the commission concluded that القاعدة appears to have relied on a core group of financial facilitators who raised money from a variety of donors and other fundraisers in the Gulf countries and particularly in the Saudi Arabia يعني بيقلك التقرير أنه تقرير اللجنة المنبثقة لتحقيقات 9-11 بتقول أنه أسامة بن لادن كان غير قادر سنة الـ 94 أنه هو يبول تنظيم القاعدة نظرا لأنه سرطه المالية كانت محددة جدا وبأنه استعان بأمراء سعوديين نافذين جدا لتمويل هذا اثنين بيقلك تقرير صادر بـ 14 نوفمبر 2002 للـ CIA ما تعرف إذا قد إيران ممكن أنها تتلاعب بالـ CIA بتقول بأنه القاعدة عندها تاي عندها علاقات أوية جدا مع جماعات اقتصادية أوية جدا في مركز القرار في المملكة العربية السعودية إيران كاتبتون لهول CIA ولجنة التحقيق بـ 19 خلينا زيد شغلة تالتة واللي هي أيضا وزيرة الخارجية الأمريكية هالوري كلينتون بتقول بتقرير موثق بـ 30 دسمبر 2009 بـ 30 دسمبر 2009 بأن الممولين السعوديين هن الأساس الأولي والأساسي لكل الدعم لهذه الجماعات الإرهابية السنية تفضل إيران كان بكم لهول خليني وضح لك صورة أولا لم يثبت أن المملكة العربية السعودية كانت لها أي عصابة أو مجموعة إرهابية في أي دولة في العالم بينما إيران عصاباتها اعتقلت ببرغاز لفجروا ببرغاز أحجابك عن هذا الموضوع خلاص إيران هي مركز الإرهاب حكينا عن العربية السعودية وعن هذه التقارير إذن ما في عصابات ومجموعات إرهابية تدعمها السعودية في بلدان العالم إيران هي التي عندها هعطيك هجابك على هذا الأمر إيران عندها لعن يقاتلوا الاحتلال الأمريكي في العراق إن السنة بينما تابعين لإيران بفتاوى للمرجعيات بحرمة قتال المحتل والتعاون مع المحتل اللي بدي أقوله أنه هذه التقارير بعض التقارير طبعا هذه تقارير محددة هذه التقارير تريد ابتزاز المملكة العربية السعودية روئي شوي علي روئي علي شوي تريد ابتزاز المملكة العربية السعودية تريد كان فيه فئات في الولايات المتحدة تريد النيل من المملكة العربية السعودية لأن بعض من قاموا بأعمال إرهابية هن سعوديين مع أنهم قاموا بأعمال إرهابية في السعودية وهم ملاحقون في السعودية وهم يعتدون على الأمن السعودي ومع ذلك محاولة لصاق هذا الأمر لا يستند لا إلى واقع ولا إلى حقيقة بل إلى افتراءات ومحاولات تشويق أحداث 9-11-2021 طلعت أنه هي هلأ أهمة أن تفترع على السعودية لأنه في عندها طار بينها وبين السعودية وفي عندك ما أعرف كم ميت أمريكا ميت بالأبراج طلعت هلأ كل تحقيق الرأي العم بجو يسمع الشيخ وسامة بن لادن كان قد كفر حكام السعودية والدولة السعودية وجماعته عم يعملوا تفجيرات في السعودية كيف يكون السعودية داعمة لمن يفجر في أمنها وفي استقرارها ويحاول قتل مسؤوليها وذكرتلك الأمير محمد بن نايف كيف حاول المجرم قتله للأمير بعد أن سأمنه فيه خياني أنا جاي لأتحاول أنه وياك للحق لأنه فيه نظرية أنك أنك أنت ممكن هذا كله لا يغير في الحقيقة فيه نظرية أنه أنت ممكن تربيغوله وبعلاني ينقلب عليك وفيه نظرية أخرى أنك أنت ممكن تحارب فيه نظرية أنه ممكن أنت تحارب هذا التنظيم داخلك ولكن تشجع وخارج شرح لي ليه هالتقرير طالعة ليه سي آي اي في عند تقرير مفصل عن دعم المملكة العربية السعودية أنا عطيتك يا سديما هذا الكلام ليس ليس أساسا في السياسة الأمريكية ولو كان هذا الأمر حقيقي عند الأمريكان وزيرة الخارجية الأمريكية عم تقولك هيك يا ساعة النيب يا سديما فيه محاولات من قبل بعض اللوبيات في الولايات المتحدة الأمريكية لإحراج السعودية والابتزاز السعودية والضغط على السعودية وهذا الموضوع لن يغير في الحقيقة السعودية اللي حصل بأفغانستان وقت اللي تم احتلال أفغانستان كل العالم نهض لمساندة الشعب الأفغاني ضد الاحتلال الروسي السوفيتي الأمريكان الأوروبيين الدول العربية وكان الشيخ أسامة بن لادن أحد الذين ذهبوا إلى هناك لمقاتلة الأمريكان ثم انقلب الشيخ أسامة بن لادن على المملكة العربية السعودية و تم يعني أخذ الجنسية منه تم طرده من المملكة العربية السعودية صار ضغوطه عليه حتى عندما ذهب إلى السودان لماذا محاولة إلصاق التهم بالمملكة العربية السعودية هل هو لتجميل صورة إيران إيران ياسد ديمة ساعت نابل تسمح لي فضل هلأ أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية عم تعمل تقرير خاص بتحقيقاتها بحوادث الإرهابية بـ 19 داعش وبتصدر تقرير خاص بالـ CIA ووزيادة الخارجية الأمريكية هلاري كلينتون بتصدر تقرير خاص بتمويل القاعدة بتقول فيه أن السعودية هي اللي عم تمامولها كل هيدا لتلميع صورة إيران أولا هذا مش موقف الولايات المتحدة الأمريكية هذه فئات أو هاي مش فئة هاي وزيرة خارجية عندها تقرير رسمي بدك أقول لك بأي لدات تعيته كمانا بـ 30 ديسمبر 2009 هذا التقرير نشرة في ويكيليكس في وقت لاحق طب هلا أنا وياكي على التليفزيون وأنا بعرفك عم محامي الشيطان هلا كويس المملكة العربية السعودية حاولت اغتيال السفير الإيراني في الفلس المتحدة ولا النظام الإيراني والمتهنيين معتقلين المملكة العربية السعودية متهمة بتفجير بورغاس ولا جماعة حزب الله وإيران جماعة ميجيريا أغني جماعة السعودية ولا جماعة إيران جماعة الأرجنتين جماعة خلية مصر خلايا في المغرب العربي بماليزيا إيران هي الشريرة ولكن أنا عم لك أنه في وقاءة أخرى أنه السعودية يا سديما في تنظيم دولي اسمه تنظيم القاعدة له أهدافه ضد الحكم السعودي يكفر الحكم السعودي وضد الدولة السعودية ويعمل أعمال تفجيرية في السعودية بدك تقنعي العالم العربي والأمريكي أن هؤلاء تابعين للملك عبد الله وللحكم السعودي وهو يفجرون السعودية هذا الأمر أما الأمريكان يبتزون المملكة العربية السعودية ودول الخليج والسياسة الأمريكية واضحة لا يهمها لا العرب ولا الفرس ولا الشيعة ولا السنة الأمريكان يريدون مصالحهم ورجوا الإيرانيين وعرضوا خدماتهم لمحاربة الإرهاب السنة وليون في تعاون من أجل مقاتلة ما يسمى بالإرهاب السني في كل مكان بغباء من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الأوروبيين بصراحة ومن بعض الأنظمة الإقليمية اللي عم تلعب عليها إيران تحت هذه اليوفطة الكبيرة من الذي يعبث في الأمن العربي في اليمن من يأتي بالسلاح للحوسيين للحراك الجنو من الذي عنده تلفزيونات في الضاحية لا 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 الرئيس عليس ألبيب ساعة النايب أنا من صدق معك خلأ أنا أسلم الجدل أسلم معك إيران هي دولة لا خليني نقول جدل يعني إرهابية وقاتلة حقيقة مش تسليمي أنا يعني بس مش أنا قدر أن أطلق بالحوار معك بس أنت إلا بدك تأنتي بكلامك بدك تقولي القاعدة تابعة للسعودية ما حدا بيصدق هذا الكلام يا سيد دينا لأنه مناقض للواقع والحقيقة تفضلي أنا سأسلم جدلا معك إيران وراء ثلاثة ربيع مصايب العالم خلص هيدا سلمتلك يا خلينا ما نحك بقى عن إيران وعن كل المصايب العملتها إيران هي التي أذكت الصراع المذهب في الأمة العربية والإسلامية ثلاثة شيعة قبل إيران قبل النظام الإيراني الجديد ما كنا نعرف خلص لا سني ولا شيعي سلمتلك بهذا الموضوع بجدلا أوكي انتهينا من هالموضوع هني الشرينين ومش منه والسبب المصايب بالعالم ثم الثورة السورية مدل في حدان لا جميل ولا جعجع ولا سعد الحريري ولا خالد ظاهر ولا كل السيادين في لبنان خلص هني مسؤولنا عن كل هيدا لو تم الإطباق على لبنان ولولا الثورة السورية ما كان في لبنان كحشونا على الخليج العربي دهينا من الموضوع هني شريرين ونحنا والعالم لازم يحاربون أنا أقول هذا جدلا مش هنقدر انتقل على موضوع تاني بموضوع تاني في عندك وصائق رسمية أمريكية عم بتقلك أنه نحنا لقينا أدلة مهولة لدعم القاعدة من قبل المملكة بس جاوبني عن هذا ما جاوبني عن إيران إيران شريرة هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح وحقلك أكتر من هك لو هذا في السياسة السعودية الولايات المتحدة الأمريكية ما بتتعاطى مع المملكة العربية السعودية كدولة صديقة بلا هذا المشروب التقريب وفيه ودولة متعاونة مع بعضهم بالعلن مش مثل إيران تشتغل بالسر يا سديما بدك رألك مهلة التقرير اللي هو كمانا يا سديما بيدعي أنه والله هذا الابتزاز هذا بيكونوا عاملينه لأنه اللي قاموا بالعمل هني عرب طيب فبالتالي بدن يلقوا باللائمة على السعوديين بدن يلقوا باللائمة على السياسة الأمريكية اللي راح تحتلت خليكي معي راح تحتلت العراق وقتلت مليون ونصف عراقي وقثفتهم بقنابل المشعة وقتلت وضربت التوازنات في العراق وهذا كتل للروح المذهبية وجاء جاء بول بريمر وقال نحن نتعاون مع الشيعة لأنه بينضبطوا عند المرجعات ما فينا نتعاون مع السنة ودوجه احتلوا أفغانستان وقتلوا الملايين من الشعب الأفغاني والسياسات الأمريكية المنحازة بفلسطين مع الاحتلال الصهيوني ضد حق الفلسطينيين همني يروحوا الأمريكان يتحملوا هني مسؤولية أعمال غير الأخلاقية وغير والمعادية لحقوق الإنسان ما يحطوها عند السعودية السعودية معروفة بسماحة سياستها الحريصة على التعاون والتفاهم العربي والدولي افهموا من حدتك حدتك عم تقول أنه داعش وأنا أتمنى أنه من الأشقاء في السعودية أنه يغيروا سياستا هذه السياسة اللينة ويورجوا العين الحمرة ويردوا على الاستفزازات الإيرانية وبعتقد أنهم يمتلكون من وسائل القوة في هذه الأمة ما يردع المشروع الإيراني الفارسي من التمدد في المنطقة ومن العبث بأمن العرب وصولا إلى أمن المملكة العربية السعودية السعوديين هم الآن مسؤولون عن هذا عن أمنهم وعن أمن من خليج العربي وعن أمننا في لبنان خير بس نجرب نشرح للمشاهدين حضرتك عم تقول أنه داعش اللي هي شعارة الأساسي مقاتلة الشيعة واللي عم تقول بتفجير مقامات الدينية للشيعة حضرتك عم تقول أنه داعش مدعومة من إيران ولاية الفقيه اللي هي نظام شيعي بحث هيدا اللي عم تقوله هيدا اللي عم تقوله نعم فاصل ونعود عودة إلى نهاركم سعيد وإلى سعادة النائب خالد الظاهر دايما الحلقة معك حامي سعاد كان فيها أنا يمكن قطعتك كنت عم بسألك عن كيف رأيك أنه داعش مدعومة من إيران وهي عم يتفجر الأضرحة والمقامات الدينية الشيعية وبينما إيران يعني هذا مقدس بالنسبة لإله نعم أنا بتمنى عليكي هذا رأم جناح حمود الناطق الرسمي باسم التحالف في العراق بتمنى تفضلي تحدي شاهدته ما بعرف كيف بدأ أحسيره تحالف الأمريكي الأوروبي في العراق حنعطي على الرجيل سبعة خمسي سبعة ميلي سبعة خمسي خليني أرجع إلى موضوع سوريا بموضوع سوريا حول داعش والنصرة هلأ برجع على هذا الموضوع أنت اليوم مشكلتكم مع حزب الله بأنه هو في سوريا ويقاتل في سوريا دائما تنفون بأنه لبنان والجهات القريبة من المستقبل أو على الأقل أنه فيه جهات سنية لبناني في سوريا أنا هم بي ارتكز إلى تقرير نشرته وكالة يو بي اي الأمريكية وهي إحصائية نسبتها إلى أتيار السلفي الأردني بشأن عدد قتل الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش واللي بتقول فيه أنه عدد القتل طبعا للأجانب في داعش كبير كتير في المرتبة الأولى بتجي تونس مع 1900 قتل ثم ليبيا ثم العراق مصر لبنان في عنده 828 شخص قضى في القتال مع داعش في الأراضي السورية قبل هذا الكلام كذب ما فيه 800 شخص سني ذهبوا مع داعش أو النصر هذا الكلام غير دقيق بالمطلق ولا فيه 10% منهم ما بيتجاوز عدد اللي قتلوا في سوريا من أبناء السنة الفرادة الذين ذهبوا كأفراد وليس مدعومين من أي حزب أو تنظيم أو جماعة ما بيتجاوزوا الستين شخص محترامي لهذه الأعمال الأمر الثاني داعش كلها كل التقارير الدولية شو بتقول عددهم 7000 أو 8000 شخص مش هيك طيب خلي يموت منهم 10% من كل العالم دا بتكون حصة لبنان اللي ما فيه تنظيم ولا فيه جماعة لا فيه لا تيار سياسي مثل المستقبل اللي هو الطيار العريض اللي عنده الوكالي السياسي والشعبي ولا الجمعيات الإسلامية مثل الجماعة الإسلامية مثل أهل الدعوي مثل الجمعيات السرفية يلي عنده تبني بذهاب أفراد في أفراد ذهبوا على مسؤوليتهم وقعوا في حبائل مع الأسف الأجهزة الأمنية اللبنانية يلي أوقعتهم وأخبرت عنهم مع الأسف النظام السوري وقتلوا سواء في تلك لخ أو في مناطق أخرى لأن التعاون قائم على قدم وساق ضد الفريق الذي يدعم الثورة السورية وتفهيل كامل لحزب الله الذي يدعم النظام السوري وكلنا بنعرف شاحنات المتفجرات من مصانع المتفجرات واللي أنا أفضحته في مرة من الأيام كانت ترسل إلى مئات الأطنان اللي أنا تلقى على الشعب السوري يا سيد جناحة موطسر معنا على الهواء أهلا وسهلا فيك سيد جناحة حضرتك خيرا للفاصل تصلت وكتحابب أنك تعمل مضايخة لي بخصوص بصراحة ما كتير توضح للموضوع تفضل سيد جناحة كنت عم تسألي الأستاذ خالد الضغر أول شيء مرحبا لأيكم أهلا وسهلا فيك كنت عم تسألي أنه السعودية كانت عم تدعم باللجن بأفغانستان وأنه عن التقارير تعول الـ CIA في الولايات المتحدة أنه السعودية هي ضالعة في دعم القاعدة صحيح أول شيء السعودية بس اسمح للوضح استردت إلى تقريرين تقرير خاص بلجنة التحقيق بـ 9-11 وتقرير صادر عن الـ CIA وأيضا نوع من التقرير صادر أيضا عن وزيرة الخارجية الأمريكية هلالي كلينتون وقد نشرة في بيكيليك استفضل نعم أنا أريون هاي التقارير ما أقولك لا بس أنا اللي أنا هايقول التقارير أنا ما أقولك لا أنا اللي أقولك أنه بسنة 1994 بموافقة الولايات المتحدة نعم كان بلجن مدعوم من أطراف ورجال أعمال سنية لمحاربة الروس نعم نعم حضرتك على الهوة تفضل في أفغانستان نعم نعم بس من بعد ما اختلف بلادن والسياسة الأمريكية في الوضع في أفغانستان نعم وبعد الحرب الباردة التي اتفقت عليها الولايات المتحدة والروس أصبح دور بلدن غير موجود في أفغانستان فالسعودي السعودي ورجال أعمال السعوديين ليس لديهم أي صلة ببن لدن بعد 1994 يعني للدقة التقرير لا يقول بأنه يقول بأنه تأسيس القاعدة سنة 1994 ما كان بالأموال الخاصة ببن لدن لأنه التقرير يوثق بأنه سنة 1994 أسامة بن لدن ما كان يملك ثروة كافية لتمويل وتأسيس هكذا تنظيم وبالتالي هم يقولون بأنه الجماعات السعودية والأمراء السعوديون هم من مؤسسيها هذا التنظيم تفضل نعم لكن الشيخ أسامة بن لدن في سنة 1994 1994 أيضا كان يتمول من الدولة الإيرانية في أفغانستان وكان لديه أولاد يعيشون في إيران وكانوا يمدونه بالأموال من إيران إلى أفغانستان نعم صحيح كانوا عايشون بإيران صحيح أنا في العراق حينما كنت الناطق الرسمي السابق لقوات التحالف كانوا الإيرانيين يجتمعون مع الأمريكان للتخطيط لضرب أهل السنة في العراق أنا عاملك أنا الناطق الرسمي بتحمل مسؤوليتها لضرب أهل السنة في العراق واليوم في العراق الشيعة يحكمون في العراق والمالكي ماشي مع الأمريكان ومع الإيرانيين نعم بس استيس جناح أنا بس أنا بني تمام شغلي كل ما يصدر من إيران يباع في العراق لكن ممنوع على العراق أن يصدر عيشة إلى إيران استيس جناح أنا يعني عندما يكون في على طاولتنا ضيف كريم يمثل وجهة النظر الإيرانية طبعا نحنا كمانا وهذه الشيء الطاولة يعني وأعتقد أنه هذا المنبر يشهد على أنه نحنا منطلع أيضا تقارير تفيد ربما الدور السعودي ونعم هناك تقارير تفيد بأنه الدور يعني السعودية تدعم وتمول هذه التنظيمات في موضوع إيران يعني منه موضوعي هلو رجال أعمال سنة في العالم جميعا إن كان في السعودية ولا في مصر ولا في أين مكان كانوا يدعمون بن لادن في سنة 1994 لمحاربة الروس بس أنا ما بحكي بس أنت عن سنة 1994 عم بحكي عن تقارير مبعد 9-11 وعم تحدث عن تقارير هذه التقارير مبعد 9-11 كشفت هذه التقارير مبعد 9-11 كشفت أيوة يعني تفضل باختصالها مبعدة ضيع الحلقة بعد عند مواضيع أخرى وأنا سأبعث لك يوم على الإيميل لهذه التقارير واليوم إيران سياسيا واقتصاديا تحتل العراق طيب أوكي هي طبعا وجهة نظر بشكرك النطق الرسمي السابق لقوات التحالف في العراق جناح حمود على اتصالك معنا خليني بوضح لك الموضوع باختصار باختصار الاحتلال السوفيتي في أفغانستان دي هل حب الاتفاع السعودية لا 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 لنا حقائق لا يجوز أن يمر هذا الموضوع في محاولة لذر الرماد في العيون وللتعم أنا ما بذر الرماد ولا بعمي أنا باستند إلى تقارير رسمية طالعة بدول وموثقة باختصار شديد عندما تم احتلال أفغانستان من قبل اتحاد السوفيتي الولايات المتحدة والسعودية ومصر وإيران بس بدي بلش أنه بلش أنه بلش الذكرة اليوم استشهاد ويسام عيد الشهيد ويسام عيد فنحن عم نقله على الشاشة البيضاء تفضل إذن كل هذه الدول دعمت المجاهدين في أفغانستان وكان منهم قائد اسمه الشيخ وسامة بن لادن لحد ما افترقوا تعتبره شيخ؟ هو يقال شيخ شو بيقول له شيخ وسامة بن لادن تعتبره شيخ أو إرهابي الأستاذ يعني تعتبره شيخ أو إرهابي أنا بدي يسميه الشيخ وسامة بن لادن تعتبره إرهابي؟ تركيني من التسميات لا هذا السؤال مش روعة لقلب تعتبره إرهابي عندما عبث بالأمن العربي صار وضع وآخر ليس هذا الموضوع كل هذه الدول دعمت المجاهدين كان من ضمنهم أسامة بن لادن اللي حصل بعدها أنه اللي كانوا مع بعضنا تفرقوا السياسة الأمريكية والسياسة السعودية صارت بعيدة عن بن لادن لأنه بن لادن اعتبر السياسة الأمريكية خذلتهم وأساءت إلى لا يؤيد الاحتلال في تلك المنطقة سؤال كثير لكن محاولة الصاقة التهمية بالسعودية هذه محاولة فاشلة اللي عنده الخلايا في كل العالم هو إيران ولكن العالم يتعاون مع إيران كدولي قوي وعلى المملكة العربية السعودية أن تستخدم كل ما لديها من طاقات وإمكانيات سياسية ومالية ودور إقليمي وعربي في حماية الأمن العربي واستخدام الأوراق التي لديها سنبعث نسخة عن الحلقة لهالري كلينتون ولمسؤولي للقول بأنه هن عم يتأمروا على السعودية ولكن سؤالا أتخلى عنه لأنه كثير مهم للبنانيين طالما هن اليوم صاروا في مهب الإرهاب وفي مهب القاعدة تعتبر أسامة بن لادن إرهابيا أم لا؟ أنا لست في مورد في موضع الاتهام لأي شخص في هذا الموضوع لتلك من يقاتل الاحتلال مجاهد ومن يقتل الأبرياء إرهابي أنا ما بدي قيم الشيخ أسامة بن لادن وأعتقد أن سياسته في السعودية كانت خاطئة تماما وحصلت أعمال إجرامية من قبل جماعته بس ما بتعتبره إرهابي ما بدك تعتبره إرهابي أنا ما فيني فوت بهذا الموضوع كل من يقتل الأبرياء هو إرهابي هو مزرق سواء ممن كان لو كان من بيت ظاهر كمان بس هو قتل أبرياء وهي أن داعش أعلنت تمدد إلى لبنان وجرى مبايعتها من قبل شيخ في ترابلس تعليقك من فضلك ما في حدا نبيعها في ترابلس مين هو مين هو سد ديمة كانت معي الورقة ما في حدا يا سد ديمة هذه تركيبات أمنية من المخابرات السورية لتبرير جرائم حزب الله في سوريا داعش داعش هي حزب الله يا سد ديمة داعش هي حزب الله الإيراني وبدو يجي داعش سني مقابلة لتبرير الأعمال الإجرامية في لبنان أنت شفتي في داعش في لبنان أو جبهة النصرة في لبنان قبل قيام حزب الله بأعماله الإرهابية في سوريا عفوا راحت مني المعلومة تسجيل صوتي للمدعو أبو سياف الأنصاري من ترابلس يعلن فيه مبيعته لأبو بكر البغدادي أمير الدولة الإسلامية في العراق والشام وهذا تسجيل صوتي مش أنه إدعاءات إلى الأمة المستضعفة في العالم عامة وأهل السنة في لبنان خاصة أصحاب المنهج السليم والفكر السديد أخوة الإسلام العالم هو يبايع فيه يعمل شغلي يعلن بشكل واضح أما التركيبات المخابراتية من هو أبو آيش الأنصاري شو اسمه أبو سياف الأنصاري من هو هذا الرجل أما التشكيلات الوهمية والخلايا الإرهابية هذه تدين الأجهزة المخابراتية وخاصة النظام الإيراني والسوري يعني حقلك شغلي القاعدة أكبر داعم لأيران شاكر العبسي من أتى به إلى لبنان من أطلقه من السجن ماذا فعل في لبنان القاعدة أكبر داعم لإيران تنظيم ضد الشيعة أكبر داعم لأيران حقلك ليش عندما تكون عندما تكون سياسة إيران هي محاولة الاستحواذ على الشيعة والإمساك بقرارهم وتخويفهم وأشعارهم أنهم مستهدفون لكي يصبحوا ورقة بيدهم بيدها ماذا عليها أن تفعل عليها أن تخوفهم من السنة لذلك كل الأعمال وأين كثير من قيادات القاعدة كانت في إيران ومدعومة من إيران ومن الأولاد بن لادن وبلاد الشيخ أسامة بن لادن كانوا في إيران وفي فترة الأخيرة تم تسليم إلى المملكة العربية السعودية كثير من القيادات النظام السوري شو عمل والنظام العراقي أطلقوا 1500 شخص من هؤلاء بعملية مفبركة أنه فلتوا من السجون وأطلق صراحة 1500 شخص من السجون من خلال المالكة يريد تدمير الثورة السورية وإيجاد أناس للرأي العام العالمي أن هناك إرهابيين في سوريا وليس ثورة حقيقية مع أنه عدد هؤلاء في داعش اللي أكثر مغرر فيهمها لكن القيادة الممسكة بهم التي تدفعهم إلى سيارات مفخخة بالمجاهدين بالجيش الحر هؤلاء النظام السوري استطاع أن يجند الكثير وكثير من اليافطات الإسلامية المجموعات الإسلامية مجموعة كذا ومجموعة كذا وهنا بس أعطيكي شغلي وحدي مجموعة عبدالله عزام بأعتقد أنا بسنة 2012 كشفت أن حزب الله حاول يغريهم بالمال وأطلاق صراح عدد من المعتقلين التابعين لهم مقابل اغتيال النائب والجنبلات وهددوا بهذا الموضوع وكشفوا الموضوع والنائب والجنبلات يعرف هذا الموضوع تماما إذا نحن أمام مؤامرة للنظام الإيراني والسوري لتشويه صورة السنة تشويه صورة السورة السورية لتخويف الأقليات يريد أن يحارب بالأقليات هي إيران اللي اخترعت المنظومة أو هذا الشكل الذي يظهر عليه التطرف السنة هي إيران مسؤولة عن شكل داعش مين اللي عم يشوي صورة السنة داعش أجندتها تخدم المشروع الإيراني والنظام السوري وأنا بس أعطيكي السفرة معي سنة 2000 أنا كنت في الجماعة الإسلامية تركت الجماعة الإسلامية بسبب خلاف الانتخابات بتم اتصال فيني من أحد المسؤولي المخابرات بطرابلوس وبيعرض لي المال والسلاح أنت لاش ما بتشكل مجموعة أو فريق لألك ونحن من أمن لك 200 بندقية من أمن لك مبالغ مالية وتجمع القوى السلافية وأنت نزال لحالك أنت شخصية مهمة صار ينفغوا فيني يا سديمة أنا لو عقلي خفيف لو لأني أشعر أتمتع بفضل الله بالوعي الوطني وبالحس الإيماني وبالمسؤولية أمام أشعب وأهلي كنت أمام المغريات أعمل تنظيم ما يسمى سلفي مع أنه السلفية هي ليست تهمة هي عن مهج السلف الصالح رضوان الله عليهم المتبكة السكين بأصول الإسلام لذلك في غير كتير قبل ما يخلص وقت تحدي في عندي سؤال يعني مهم بالنسبة يمكن للجمهور في مؤتمرك وهذا حمل إلي هذا السؤال من قبل الكثيرين في مؤتمرك الصحفي الأخير طبعا عم تنتصر لأنني أعرف ما شو أحد عم بحكي ذكرت واقعة أثارت الكثير من اللغة تقول حضرتك أنه النبي ظهر على والدك ليبشر بك أنا أوضح لك الصورة لا تتعريب التفسير فالكثيرين يمكن أعتبروا أنه حضرتك عم بتشبه نفسك بالنبي لا 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 خلينا أوضح لك الصور يا عزة الدين أمام حملة تهديدات بقتلي على التلفونات بتلفزيون او برسائل مكتوبة من أرقام لبنانية من أرقام خارجية وتتحدث بلهجة بيئة حزب الله تشتم عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تشتم أبو بكر الصديق اللي مذكور في القرآن الكريم ثانية اثنين إذ وما في الغار إذ يقول لي صاحبي لا تحذن إن الله معنا تشتم عمر بن خطاب اللي متزوج بنت الإمام وعلي هذا غير مقبول هذا غير مقبول مثلا إذا كان عمر بن خطاب رضي الله عنه متزوج بنت الإمام وعلي الإمام وعلي معصوم كيف يعطي بنته لو أحد مش منيح أمام شتم أمي طبعا وتهديدي طبعا أنا في قضيي في حياتي بسرعة أنه وقت الأمي كانت حامل فيني نعم ظهر النبي النبي صلى الله عليه وسلم ظهر عبيرا يقول في الحديث الشريف من رأاني في المنام فكأنما رأاني فقد رأاني حقا يعني رؤية النبي النبي لا يتمس أمي حامل فيني والدي رأى النبي في المنام وبشره بي هذه كل الإصلاف وهذه دشارة خير شو دليلتا يعني هذه دليلة خير يعني أنه فيه شخص يعني فيه أهمية للشخص اللي حيوله هذا الشخص معناته مبارك فأنا عم قلن ما بيخوفني لتهدي ذاتكن ولا بتخوفنا سبابكن وهذا الأسلوب عيب وهذا نتش عم بيئة سيئة بك شو قال بالضبط المنام نعم النبي شو قال تبشير بولد فوالدي أمي من آل الرفاعي وقريبنا الشيخ زافر الرفاعي رحمه الله كان رجل صالح فوالدي قص علي المنام فقال له بدي يجيك ولد صالح فأنا رجل بفضل الله لم في حياتي لم أفعل أي منكر بفضل الله لم أسئ لأحد لا إلى مسلم ولا إلى مسيحي وأنا بتاريخي لما كنت بالجامعة اللبنانية وكان النائب أصفان الدويهي زميل إليه كان القوى الطلابية مجتمعة أكتر من 20 تنظيم طلابي قوات لبنانية من اليمين واليسار والشيوعيين والمرؤ والناصريين والجامعة الإسلامية أنا كنت بمثل للطلاب المسلمين وقد بدنا نعمل الاحتفال بذكرى الاستقلال كلهم بدن يحكوا وأنا الإسلامي قلت لهم شو بكم 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 تحكوه لكم أنا بيمثلني أصفان الدويهي فالحس الوطني والحس الإيماني والمسؤولية الوطنية والمسؤولية الإيمانية والشخص اللي كان إنه مواقف صلبي وحقل بس قضية تاريخية بس بسرعة بسرعة في يوم في يوم سنة 1986 بكانون الأول بآخروا اجتمعوا فيه ببنين الأحزاب التي تبع على نظام السوري وطوقوها وأنه بدن يتخلوا الناس عن الجماعة الإسلامية فجيت أنا على الاجتماع وقلت لهم كيف كنت تحلوا الجماعة الإسلامية أنا لدي هذا فكر وفي ناس مؤمنين بهذا الموضوع وجيت معي الشباب الأبضايات وقلت لهم ما حدا فيه يدق فينا وحقلك نكلمتان إذا أنتوا قررت وتحلوا الجماعة الإسلامية في ببنين أنا قررت حل حزب البعث بالقرداحة هذا سنة 1986 للمواقف الصلبي اللي أنا كنت بيأخذها وقتل ما كان حدا قاله قلب يحكي فالمواقف الصلبي وقلمة الحق أقولها وأنا مثل ما قلت لما أزعجل أنه صاروخ ومصاروخ أنا بحكي كلمة الحق وهي أقوى من الصواريخ وأفعل من كل الأسلحة لأن كلمة الحق ترضي لله سبحانه وتعالى يعطيك العافي سعادة النيب شكرا لك على وجودك معنا اليوم في البي سي آي بنهاركم سعيد مشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة ونهاركم سعيد اشتركوا في القناة